مقالي ومقاله هو ده هو ده المطلب المهم اللي النادي الاهلي بعته النهاردة لاتحاد الكورة وهي دي نقطة البداية الصحيحة لو عايزين ننطلق منها ان شاء الله لاستعادة شغف الكورة المصرية ومكانة الكورة المصرية وشعبية صناعة الكورة المصرية الاهلي ارسل الخطاب اليوم الى الاتحاد المصري وكورة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الامنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية والدور الكبير لرجال الامن الموقرين اللي استحقوا التحية والتقدير على المجهود اللي بزل وكانوا وراء هذه النجاحات التي اعادت الروح للملاعب من جديد اكد النادي الاهلي في خطابه ان الجهات الامنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة واسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة في كل المباريات خاصة ان هذا الحضور الجماهيري يلعب دورا رئيسيا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القري وتحديد قيمتها التسويقية بالاضافة الى حاجة الاندية للعوائد الايجابية من وراء مساندة جماهيرها من اهم الخطوات عودة الجماهير عودة الجماهير بتعيد الامور الى نصابة طبيعية والعالم في محطنا العربي والافريقي بتشوف كل الفرق بتتمتع بالحضور الجماهيري نتفهم الصعوبات اللي موجودة عندنا جدا ولا نتدخل في القرار ولكن نتمنى ايضا ان بطريقة او اخرى نقدر نعيد الفرحة والزخم الى الملاعب لان لها مرضود يا استاذ ابراهيم مش بس مدي مرضود مدي مهم جدا لكن لها مرضود فني ان الناشئين واللعاب الكبار بتوعك يلعبوا تحت ضغط الجماهير التحكيم صفارة الحاكم طبعا متعودة على الضغط الجماهيري التنظيم كل حاجة انت لما وبعدين تجاربك وانت بتنظم مثلا المواتشات الافريقية اللي بتسمح ها لانضير مصرية بزخم جماهيري كبير بتشوف المرضود الفني عامل ازاي اي وبتشوف الاستفادة الكروة المصرية عامل ازاي اي والنهاردة انت صاحب اقوى او اكسب جمهوره على مستوى العالم العربي والافريقي انت جمهورك بينطلق من قاعدة 120 مليون مواطن اي فقطعا هيبقى السماح بالطاقة القصوى يوه مرضود كبير جدا 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 على شكل المسابقات وشكل الاداء الفني وايضا المادي والقيمة التسويقية زيما حضرتك قلت والبس التلفزيوني وحاجات كتير جدا الحقيقة ده كلام مهم جدا يا جماعة لانقاذ صناعة كرة القدم المصرية احنا ملاحظين ان الكرة المصرية لما نجي نبص للتمنتاشر نادي اللي في الدور الممتاز بالضبط يمكن اربع او اربع اندية الاندية الشعبية والباقي اندية الهيئات والشركات دور المحترفين اللي تم تدشينو موازن للدور الممتاز عشرين نادي فيهم تقريبا برضو اربع اندية شعبية فقط والباقي اندية هيئات وقطاع خاص اي حد غيور على مستقبل الكرة يقلق جدا يقلق بجد لان شعبية الكرة الخطاب اللي النادي الاهلي بعته لاتحاد الكرة بيلفت النظر الى تأثير حضور الجماهيري على القيمة التسويقية للاندية المصرية فما بالكو بقى بالزخم الشعبي والشغف بتاع الجماهير والمكانة بتاعة الكرة المصرية برا وتأهيل لعبتك وجماهيرك وهم بيلعبوا مباريات خارجية قدام ملاعب كاملة المسألة صعبة جدا الاسباب اللي قدت الى تحجيم الحضور الجماهيري مصر الحمد لله تجوزتها كتير قوي الموسمين اللي فاتوا وشفنا الموسم اللي فات تحديدا زي ما الاهلي قال في بيانه او في الخطاب بتاعه ان في مباراة كبيرة تعاملت بحضور جماهير كتير ونجحت والحمد لله انت وصلت الاسيست منضبط من خلال شركة تذكرتي ومن خلال قاعدة البيانات اللي انت بتتعامل من خلالها قدرت لحد كبير جدا توصل لنقطة متقدمة في تحديد شخصية العقوبة وشفنا السنة دي دارة المسابقات بتحرم اعداد كبيرة من الجماهير لشخصهم جماهير اهل جماهير زمال جماهير الاتحاد اسماعيل مصري كل الاندية ديات الشعبية اتحرمت اعداد كبيرة منها بالالاف من الحضور الجماهيري ده بسبب ايه؟ بسبب السيستم اللي انت وصلت له من قاعدة البيانات وتحديد الحجزين للتذاكت اذا الحمد لله ما عادش عندنا مشكلة في عمليات الزبط والربط في الملاعب لكن اللعب قدام مدرجات قليلة في ظل كمان اندية ما هياش اندية شعبية اصلا ده بيأتي الفرص الاندية الشعبية استاذ ابراهيم لما تفتكر الاول المسلماني مكان جه له لقطة شهيرة كان بيقابليها يعني احد اهم اسباب انه يجي الدوري المصري انه كان بيشوف تأثير الجماهير دي كان مندهش ويعد صوره ولما كنا نسافر برا مفيش مدرب اجنبي لم يزهل من التواجد الجماهيري خارج حدود الوطن عندنا هو اللي قاله بكل مكان ازاي كده هذه هي القيم الحقيقية للكرة يا استاذ ابراهيم وانا مش عايز اسبق حاجة انت مجهزة هقول في حينه كيف نقيم الدوريات لكن اتمنى الحضور الجماهيري هيبقى معيار من معايير الايجابية جدا 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 في حالة اطلاقه الى الحد الطبيعي اذا هي المسألة القيم التسوقية وكمان الناحية الفنية نقطة الدعائية الاكتر كان لفت نظرنا لها مستر بارسول كولر الحقيقة الراجل اكتر من مرة في المؤتمرات الصحفية يتكى على النقطة دي مصر دولة مستقرة جدا مصر دولة انا عايش فيها وحاسس فيها بالامان والسعادة تستحق ان اتطلع صورتها الحلوة برا وانه شايف انه العزوف في الحضور الجماهيري والمدرجات الفاضية قدي ايه بيحمل صورة سلبية مصر ما تستحقهاش والرجل التمنى ده اكتر من مرة انه نفسه فعلا اجواء الاستقرار والامن والامان اللي موجودة تترجم فعليا الى صورة حلوة الحضور الجماهيري في المباريات يا جماعة مع صناعة الكرة ده مش طرف ده مش طرف ولا عنصر مضاف عنصر اساسي فعال لانه بيتحول الى ارقام فلوس بيتحول الى قوة دفع فنية ومعنوية مهمة جدا بيتحول الى صورة عامة بترسم ملامح الاستقرار في البلد ان الاهل بيأكد على انه رجال الامن اللي بذلوا مجهودات تشكر جدا خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا علشان نوصل لهذه النقطة اما وان احنا وصلنا واتجربت مباريات كبيرة الاهل بيطالب الاتحاد انه يسعى لدى الجهات المختصة بذل الجهود المستحقة لعودة السعى الكاملة للمدرجات مع بداية الموسم وفي حالة تلبية هذا المطلب الجماعي لكل الاندية انا متأكد استاذ ابراهيم ان كل الاندية وكل المسؤولين من قيادات الاندية وكل الجماهية حتتعاون لانجاح هذه المبادرة وهذا المشهد الجميل بما فيها الجماهية ازاي بان احنا اولنا عادينا نرجع نشوف العائلات عادينا نرجع نشوف العائلات الاب والزوجة والاولاد وهم في الملاعب ظهور العائلات في المدرجات هيقلل من السلوك العنيف والخروج عن الناس وحيبقى الاغلبية ترفض هذا الخروج هيخلي اللاعب يخلي عنده كثير من الحسابات وهو يخرج عن الناس ده قاعد قدام العائلات وحيتقيم من هؤلاء العائلات نشوف كثير منهم بياخد اسرته في المدرجات الكبيرة في المدرج الحضور الجماهيري سيحدث نوع من البهجة والشغب لدى الاسرة المصرية أكورة الخدم هو أرقى أنواع لأن الرياضة هي نوع راقي من تغذية الروح نوع راقي من الاهتمام بدور القوى النعمة في التأثير على المزاج العام للمواطن فما بالك بقى اللي بقى كريمة الكريمة أنك أنت زكاة الرياضة هي اللي بتعمل كده فالكورة في الرياضة اللي تدي لك بقى أعلى حاجة من معدلات الاستمتاع حتى بما فيها أنك أنت أحيانا تكسب وأحيانا تقسر بشرط أن احنا كلنا بقى والنبي ينسوا التحفيل قاتل الله والتحفيل وأن احنا المكيدة عيب 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 ليس سلوك الرياضية ليس من أجل هذا تلعب الرياضة ولو نقنا نفسنا من المكيدة هنستمتع بالكورة هنستمتع بالرياضة استمتع مرعب حتى لو أنت بتاخد مني لعيب وأنا باخد منك لعيب دي مش المشكلة دي طبيعة الأمور طبيعة الاحتراف لكن ما هياش بناخدهم للمكيدة كل واحد ياخد ما يحتاجه من 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 عناصر المكيدة هي نوع من إحساس آسف يعني أنا بقى بقى متغاز وعايز أغيزك شكرا للمكيدة شكرا للمكيدة